بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في مادة نظرية الألات Theory of Machines ونواصل مع الجزء العملي للمحور الخامس الذي بعنوان Cam Design المعطيات لهذه الكام اللي في الحقيقة الفولور هو من نوع Knife Edge معطى الأربع مراحل لحركة الكام حركة دورا الكام وحركة الفولور في البداية خلي نرسم هذه الرسمة طبعا على مدى 360 درجة لتعمل دورة كاملة المكسيموم ستروك معطى هنا 40 ملي متر بالنسبة للمينيموم ريديوس بيس سيركل 50 ملي متر نص القطر لكن لا نحتاجه إلا بعدين في المرحلة الثانية لرسمة الكام المعطى هنا في الأربع مراحل هي تقسم إلى 60 درجة الأولى 30 درجة اللي بعدها 60 درجة اللي بعدها ثم آخر 210 درجات 360 درجة كالآتي نصها يجي 180 طبعا على ثلاثة فهذه معنى 60 درجة الأولى عفوا ثم بعد ذلك الثلاثين درجة الثانية لبنص الستين الثانية هنا هذه الثلاثين درجة الثانية ثم الستين درجة التي تليها يبقى ثلاثين من هنا وثلاثين من هنا هذه الستين درجة للمرحلة الثالثة والمتبقي طبعا طبعا هذه نقطة المية وثمانين الآن لا نحتاجها المتبقي طبعا هي الميتين وعشرة الميتين وعشرة درجة المتبقية ماذا يحصل في الستين درجة الأولى معنا أوت ستروك إلى حد الأربعين مليمتر هذه المرحلة الأولى للك على مدى الستين درجة الأولى على مدى الثلاثين درجة الثانية ماذا يحصل في عندنا دول هذا مرحلة الدول هنا في مستوى الأربعين مليمتر المرحلة الثالثة ريترن ستروك لزاوية الستين درجة المتبقية هذه المرحلة الثالثة وآخر ميتين وعشرة درجة المرحلة الرابعة يكون معنا أيضا دول هذه آخر مرحلة للكام المطلوب في المرحلة القادمة هو ماذا هو رسمة الكام لما يكون الأكسس للفلاور pass through the axis of the camshaft والرسمة الثانية للكام طبعا في حالة أنه هناك offset 20 مليمتر ما بين الأكسس تبع الفلاور والأكسس تبع الكام الكامشافت طبعا الرسمة اللي رسمناها راح تكون كالآتي هذه تلخص حركة الكام في المرحلة القادمة طبعا يتم تقسيم الستين درجة الأولى إلى ستة نقاط طبعا نشتغل عشر درجات لكل نقطة وآخر ستين درجة أيضا في النزول تقسيمها إلى ستة نقاط أيضا عفوا إلى ستة مراحل كل مرحلة عشر درجات هذا ما سنشرحه في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر